بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعيميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو إذا أصبح وإذا أمسى اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ثلاثة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاثة وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لابنته الكريمة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر